موسيقى السادسة تماما أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى موجز لأهم الأنباء أرسل تمانة مجلس الوزراء مشروع قانون تمويل العجز المالي إلى البرلمان والخاص بالاقتراض الداخلي والخارجي وقال مصدر حكومي نأمل من رئاسة المجلس منقشة القانون وأقراره بالسرعة الممكنة حدد عضو اللجنة المالية في البرلمان جمال كوتشر الوقت الذي يحتاجه البرلمان لغرض تصويت على قانون الاقتراض بعد وصوله إلى المجلس وقال كوتشر إن مجلس النواب يرفض تشريع قانون الاقتراض دون إصلاحات كما أن القرض يكون وفق ضوابط ومبالغ محددة لأغراض محددة وليس إعطاء صلاحية القروض بشكل مفتوح للحكومة وأضافان أي قانون يشرعه مجلس النواب على أقل تقدير بحاجة إلى ستة أيام فالنظام الداخلي للبرلمان يحكم بمرور ستة أيام بين القراءة الأولى والتصويت مبينا أن مثل هذه القوانين بحاجة إلى وقت لغرض دراستها ومناقشتها ثم التصويت عليها قررت لجنة القانونية في مجلس النواب استضافة الكوتل يوم غدراً للاستماع إلى أرائهم بشأن توزيع الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد وقالت لجنة في بيان إنها عقدت اجتماعاً برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وبحضور أعضائها لمناقشة ألية توزيع الدوائر الانتخابية واستمعت إلى رأي ومقترحات النواب وأضاف البيان أن اللجنة أكدت ضرورة مواصلة النقاشات بشأن الموضوع لحين الخروج بصيغة نهائية تلبي طموح الشارع العراقي قالت الصحيفة الرسمية إن اجتماعاً سيعقد بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظرائه في مصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي بعد غد ثلاثاء في القاهرة لتكملة الاتفاقات التي وقع عليها قادة الدول الثلاث في عمان بشهر آب الماضي وأوضحت أن الوفدة سيلتقي المسؤولين الحكوميين المصريين من أجل التنسيق لعقد اللجنة العراقية المصرية برئاسة رئيسي وزراء البلدين في بغداد قريباً وتابعت كما سيلتقي الوفد العراقي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لمناقشة آخر المستجدات على الساحة العربية استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز ذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان أنه جرى خلال اللقاء مناقشة مسارات العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة وصبولي تعزيزها وتطويرها بما يختم مصلحة البلدين وأكد الأعرجي أن التعاون العراقي التركي مهم جداً ويجب تطويره وإزالة كل العقبات وحل المشكلات التي تقف في طريقه من أجل خلق علاقات متوازنة قائمة على أساس المصالح المشتركة من جانبه أكد يلدز على توجيه دعوة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لزيارة تركيا في أقرب وقت ممكن مشدداً على أهمية العلاقات التركية العراقية وضرورة تطويرها في كافة المجالات أعلنت كتائب حزب الله أن الفصائل وافقت على هدنة مشروطة في الهجمات على القوات الأمريكية وقال المتحدث باسم الكتائب محمد محي إن الفصائل ستعلق الهجمات الصاروخية على أهداف أمريكية بهدف منح حكومة بغداد الوقت لطرح جدول زمني لانسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد وهدد بأن الفصائل ستستخدم كل الأسلحة المتاحة لها إذا بقيت القوات الأمريكية لأجل غير مسمى قالت خلية الإعلام الأمني نرتلا لشاحنات عراقية تنقل معدات التحالف الدولي تعرض للانفجار أضافت خلية الإعلام الأمني في بيان أن رتلا كان ينقل معدات التحالف الدولي المنصحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقية العجلات من المواطنين العراقيين تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة على طريق الخط السريع بين السماوة والديوانية وأشر البيان إلى أن الانفجار أسفر عن حدوث أضرار بإحدى الشاحنات فيما استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة أعلنت خلية الإعلام الأمني انفجار عبوة ناسفة على عجلة أمنية في محافظة نينو دون وجود خسائر بشرية وذكرت الخلية في بيان أن عبوة محلية الصنع انفجرت على طريق ترابي بين قريتي سروح وهزاع في ناحية الشورى ضمن قاطع الفوج الثاني باللواء الخامس والسبعين في الفرقة السادسة عشرة التابعة لقيادة عملية نينو على عجلة تابعة للفوج ذاته وشارع إلى أن الانفجار أدى إلى حصول أضرار بالعجلة دون وقوع خسائر بشرية أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز استضافة تونس ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل مطلع نوفمبر تشرين الثاني المقبل قالت في بيان أن الملتقى سيبدأ في السادس والعشرين من الشهر الجاري باجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي فيما تصدف تونس الاجتماع المباشر الأول له مطلع نوفمبر المقبل وأوضحت ويليامز أن الملتقى يهدف لتحقيق رؤية موحدة لحول ترتيبات الحكم التي ستفضي لإجراء انتخابات في أقصر إطار زمني وأضافت ويليامز أنه سيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكونات الرئيسية للشعب بشرط عدم توليهم أية مناصب تنفيذية لاحقة قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب نحو تسعة عشر آخرين اليوم لحد في انفجارين منفصلين في إيران وحسب السلطات المحلية كان الانفجار الأكثر دموية والذي وقع قرب سوق بمدينة الأهواز جنوب غربي الإيران وأسفر عن ستة قتلى وتسعة جرحة وقال مشتبى خالدي المتحدث باسم خدمة الطوارئ الإيرانية إن الانفجار وقع داخل أحد المنازل مشيرا أن سبب تسرب الغاز لا يزال غير واضحا وفي وقت سابق اليوم ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن قتلين سقطوا وأصيب عشر آخرون من انفجار وقع في مسبك للمعادن قرب العاصمة الإيرانية طهران أعلن وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنى أنه تم إخماد كافة الحرائق التي نشبت في سوريا منذ فجر اليوم الجمعة والتي بلغ عددها 156 حريقا وأكد أنه تم إخماد كافة الحرائق التي نشبت في محافظات اللذقية وترطوس واندلعت النيران على ألف الظلمات من الأحراج وغابات السنديان المعمرة والأراضي الزراعية المشجرة بالزيتون والحمضيات وغيرها من المحاصيل التي يعتاش عليها فلاحو تلك المناطق الأمر الذي أسفر حتى اللحظة وحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة السورية عن ثلاث وفيات وإصابات عديدة في صفوف أهالي القرى بسبب وصول النيران إلى المنازل السكنية وسط حركة نزوح كبيرة من محافظة اللذقية وصلنا لختام الموجز مشاهدين الكرام شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة